فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار الحمد لله وكفاء وسلام على أبادي الذين اصطفأ لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد هذا الحديث العظيم في كتاب الجهاد في سنن أبداود أنه قال يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤنين ولا يكون لهم في الفي والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن جهادوا مع المسلمين فأكون لهم الفي والغنيمة طبعا تعلمون أن الغنيمة هي اسم الكل ما يأخذ من أموال الكفار عنوة بقوة الغزاء وقهر الكفر والفي أما الفي الفي فهو الذي يأخذ منهم من غير قتال كالخراج والجزية وأما تقسيم الغنائين كما في سورة الأنفال بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانها الله جلال فعلها بأن الغنيمة يعني كما قال الله جلال فعلها إنها لله وللرسول ما أحتيكم أتدخل بقى في هذا فالغنيمة قسمها الله جلال فعله إلى الخمس إلى خمسة أخماس يعني الله جلال قسم الغنيمة خمسة أخماس خمس لله وللرسوله واليتام والمسكين وابن السبيل وأولي القربة فهذا الخمس الخمس الغنيمة والأربعة أخماس يعود إلى المقاتلين إلى الغانمين إلى المحاربين والخمس منقسم إلى أصناف الفقير والمسكين وابن السبيل واليتام وأولي القربة فقال ليس لهم من الغنيمة من شيء ولا من الفيء لأنهم لم يهاجروا أما إن قتلوا مع المسلمين وجهدوا فيكون لهم من الخمس ويكون لهم من الغنيمة ويكون لهم أيضا من الفيء قال فإنهم أبوا يعني أبوا الإسلام أعرضت عن الإسلام فلم يقبلوا فإنهم أبوا عن الإسلام يعني فدعوهم إلى الجزي يعني شوف الدين ليس قتال أنه الآن وليس طلب طلب قتال نريد للناس أن يكونوا على رحمة من الله على خير كما في الإسلام طال فإن أجابوا الجزية فأقبل منهم أي خود منهم الجزية ولا تقاتلهم المسألة في خلاف العلماء في مسألة الجزية هل الجزية عامة على كل الكفرة أم هي خاصة في أهل الكتاب لعمومي قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لما تكلم عن الجزية قال حتى يعطوا الجزية تعياد وهم صاغرون كان في أهل الكتاب فغير مفهوم الخلافة غير أهل الكتاب لا أخذون أحكمه وإن كان الإمام مالك يرى التعميم يرى التعميم والحنبلة والشفاية يرون بأنها خاصة بأهل الكتاب وهذا الأقرب هذا الأقرب لأنهم الأقرب أيضا للدي لذلك تركهم على على ما يتمنون من ديانة وقال ينزلون تحت حكم الإسلام وراية الإسلام فقط هذا المطلوب منهم فإن أجابوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم يعني إذا أبوا عليك فقاتلهم بالاستعانة بربك فإن الله ناصر دينه وإن الله جلال فعله مع أوليائهم من كان الله معه فمن عليه قال الله تعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خبر رد بالإنشاء وهو خبر حق مصدق وأيضا لقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام يعلو ولا يعل عليه الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح الإسلام يعلو ولا يعل عليه فيعلوهم بالسيف فيجعل الله النصر على أيديهم كما حدث من الفتحات العظيمة التي كانت في أسلفنا وأجدادنا أعاد الله هذه أيام العز لنا اللهم أمين رب العمين قال فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن وتقاتلهم تقاتلهم أنهم أبوا تقريم الأضافر هنا أبوا وقتلوا ودفعوا الدعوة إلى الله للا فعله قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم شوفوا انظر هنا فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلوا مع حكمكم ثم أغضوا فيهم ما شئتم قصير ولا أنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا هذه المسألة عظيمة جدا وكنا نشرحها كثيرا وهي في قوله فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم لأن هذه في المسألة الاجتهادية هذه في المسألة الاجتهادية المسألة المنصوصة عليها تنزلهم هذا في المسألة التي ليس فيها نص في المسألة الاجتهادية فأنت ما تستطيع في المسألة الاجتهادية تقول هذا حكم الله لأن الله أخفى حكمه للمجتهدين من أهل الاجتهاد تتفاوت درجاتهم كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فأذعوا به ولو ردوا لرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستمدطونهم منه ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحربين وحربين وبينهم أمور المشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس يعني يعلمهن قليل فلذلك فإنك لا تدري أتصوح حكم الله أم لا وهذه فيها دلالة على الطريقة التي نتكلم عنها الطريقة السوية على سيد البشرية وأيضا على ما شرعه رب البريه على أن الحق واحد غير متعدد الحق عند الله واحد غير متعدد لذلك قال أتدري أتصيب حق الله الحق عند الله أم لا حكم الله فيهم أم لا لأن حكم الله واحد غير متعدد ولو كان الاجتهاد كله مقبول لما قال أتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ففيها أن الحق واحد غير متعدد وهذه الأدلة عليه كثيرة جدا إذا اشتهد الحاكم فأصف له أجنوز اشتهد فأخطف إيش فله أجنو وقال الله أجنف علاء فماذا بعد الحق إلا الضلال نعم ولذلك النبي قال هل لا سألوا حين جاهلوا إنه مش فائل عيل إيش السؤال ما قتلوا أو ما ولو كانت حق أو اشتهدوا بنصف علم فقتلوا قال قتلوا قتلهم الله قتلوا قتلهم الله وأنا في قوله لا تنزلهم نعم لأنك لا تدري أنت أصبت في اجتهادك أم أم اخطأت لا تنزلهم إلا على حكمك ثم أقضوا فيهم بعد ما شئتم وهذا آخر الأمر في آداب القتال مع أهل الكفري وانظر إلى سماحة الإسلام وانظر إلى سعة هذه الشريعة التي ما تركت شريدة ولا والد ولا شادد ولا فزة إلا أتت بها هنا قال سفيان في السنة أو في السنين قال سفيان قال على القمة فذكرت هذا الحديث لمقاتل ابن حيان فقال حدثني مسلم وابن هايسون مقاتل ابن حيان النبطي أبو بسطام البلخي قال إنساء ليس بيه بأس قال ابن معين ثقة وثقه أيضا أبو دود والدارقني قال صالح قال المروزي كان مقاتلا ناسكا فاضلا هم أربعة 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 أخوة مقاتل الحسن والزيد ومصعب قال أنه زي ما لا أحتاج به ونقل الفتح الأسدي أن ابن معين ضعفه وكان أحمد بن حنب اللاعب وصح أنه ثقة وقد وصقه كثير من علماء النبلاء قال حدثني مسلم ابن حيان المقاتل ابن حيان كان عابدا ناسقا قد يكون ضعيفا في شيخ أو يكون ممن له أوهام وماذا بعد له أوهام وماذا بعد قال حدثني مسلم هايسون العبدي روى عن أشعس بن قيس والنعمان بن مقرن وعنه مقاتل وعقيل وسليمان ذاكر ابن حبان في السقاط وذلك ابن حبان في السقاط لم يقرنه بالتوسيق قال عن نعمان بن مقرن يقال ابن عمر بن مقرن ابن عائز المزني وأبو عمر أو أبو حكيم أحد الإخوة السبعة صحابيه مشهور سكن البصر ردي الله عنه وارضه عن نبي مثله يعني مثل حديث سليمان ابن بريدة وفيه كما قلنا الدعوة إلى الإسلام أو الجزية أو القتال هكذا كان أدب الإسلام في هذا الباب وفي الوقت قال المصنف رحمه الله تعالى عن سلمان بن بريدة عن بريدة من الحصيب ردي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا وانظر هنا إلى آداب القتال وهذا الشرف شرف القتال في ساحة الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغزوا بسم الله يعني استعن بسم الله تبرج بسم الله استعانا وتبرج استعن بسم الله تبرج بسم الله أغزوا بسم الله وفي سبيل الله كن مخلصا لا يكون القتال إلا في ساحة الوقت إخلاصا لو وجه الله الكريم عمل لدين الله جل فعلا رفع راية النبي صلى الله عليه وسلم خفاق عليها يا راية لا إله إلا الله أن تقاتل من أجل دين الله جل فعلا أن تقاتل ابتغاء وجه الله جل فعلا وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله يبال القتال لا يكونوا لأهل الإسلام إلا زا كان هناك شوكة ومنع لطائفة منع شعير الإسلام أو كانت طائفة باغية والأصل أن دماء المسلمين معصوا ما لا يجوز قتال أهل الإسلام بحال من الأحوال لا يجوز قتال أهل الإسلام بحال من الأحوال وفي سبيل الله إخلاصا لله دل في أولاقى وقاتلوا من كفر من كفر لا أغز ولا تغدروا الغادر ليس من شيئا من المسلمين شوف الله رعلا لما تكلم عن المكر قال يمكرون يمكر الله عن الكيد يأكدون كيدا وأكيده كيدا لكن عند الخيانة قال وإن يريد الخيانتك فاغدخان الله من قبل فأمكن منه ما قال خناه قال أم كان منهم لذلك قال لا تغدروا المسلم لا يغدر هذه من صفات المنافقين الغدر من صفات المنافقين فبذلك المر إن كان أمينا وكان فاضلا فإن الله جلال فعلا يعني يعطيه على قدر أماناته وإن كان خائنا منافقا فالله على كل شيء قدير قال لا تغدروا ولا تغلوا الغلول هو الأغزم الغنائم الغلول هو الأغزم الغنائم ولا تغلوا ولا تمثلوا ولذلك لما مر على حمزة وجد أنهم مثلوا به قال لا أمثلنا بسبعين رجل منه بسبعين رجل منه فأنزل الله جلال فعلا قال فإن أعتدعكم فهتدعكم بمثل ما أعتدع ثم نسخ نسخ المسلم نسخ المسلم ونهاه الله جلال فعلا عن المسلم قال ولا تقتل وليدا وفي الرواية أن نسخ المر على امرأة تقاتل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل ما كانت هذه لتقاتل فحرم قتل الرهبان والشيوخ وقتل الأطفال وقتل النساء وهذه هي أخلاقيات ديننا والله الحمدل منه الفواد المطنبطة سنة في تذكير من يعمل لدين الله لا يفعلها أن يتق الله في خاصة نفسي وأن يكون رفيقا بمن معهم فضل الإسلام أنه يدعو إلى خصال ثلاث الإسلام فهو يكون منا وله ما 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 عليه ما علينا أو الجزية ينزل تحت حكم الإسلام يتعبد كيفما شاء لكن يكون ذليلا صغيرا لأنه أنفى وتكبر أن يكون عبدا لله فجعل الله عبدا من العباد الذين يدفعون الجزية نعم وجعله عبدا للشيطان المجاور ياخذ حكم المجاور حرمت قتل النساء والأطفال في ساحة الوغى الإسلام كله أدب الإسلام كله أدب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ترجمة نانسي قنقر